اهلا وسهلا أعزائي المشاهدين ومرحبا بكم في برنامج يلا نتعلم اللغة الصينية معكم مقدمة البرنامج نرحان علي قد تعلمنا نطق أحرف نهائية مركبة مثل أن وإن في الدرس السابق لذلك سنتعلم اليوم كيف أن نقول طبق أنظر وأزرق باللغة الصينية والآن دعونا نبدأ درس اليوم فيما يلي قائمة بالكلمات التي تحتوي على الحرف أن في نهاية المقطع الكلمة الأولى هو اسم بسيط للغاية ويعني طبق أو أواني المطبخ المستخدمة في تناول الطعام وتنطق الكلمة الثانية وهي كلمة شائعة جدا وتعني يقرأ أو يرى وتنطق تعلمنا في الدرس السابق لون من الألوان وهو اللون الأسود الآن لنتعلم لونا آخر وهو اللون الأزرق وينطق الآن لنقرأ هذه الكلمات مرة أخرى ونركز في النطق من فضلك كرر من بعد بالموار من بعد بالموارات الأزرق بارد 盘子 看 看 看 لانسوء لانسوء 盘子 盘子 看 看 لانسو لانسو حسنا قد تعلننا كيف أن نقول طبق، انظر، وأزرق باللغة الصينية في هذه الحلقة إن اختيار القطب المدرسية ومقاطع الفيديو والدورات التدريبية والموارد الأخرى المناسبة لمستواك واحتياجاتك أمر مهم جدا للدراسة في الحلقة القادمة سنراجع كيفية نطق أحرف نهائية مركبة مرحبا بكم في كتابة أسئلتكم واستفسراتكم أراكم في الحلقة القادمة وبالتوفيق للجميع